علامات تدل أن أمك فامباير ومصاص الطاقة عاطفية وخليني أقول لك وألفت انتباهك إلى أن مصاصين الطاقة حالهم حال مصاصين الدماء الأسطوريين هم طفليات ويتغذون على مشاعر الآخرين وشلون يا ترى هذا يحصل؟ يحاولون أنهم يثيرون أي رد فعل عاطفي عن طريق الضغط على أي زر يفعل مخافتك وبعد ما تخافين رح يتغذون على الطاقة السلبية اللي أنت تطلقينها في فترة ردة الفعل هذه مثل خوف، توتر، عصبية، عار، تأنيب يسعدهم أنك تحزنين أو تتوترين عشان يشفطون طاقتك ولازم ما ننسى أبدا أنك أنت من الأشخاص اللطفاء اللي عندهم اهتمام شوي زايد عن الحد الطبيعي بالغير ولازم ما ننسى أنه هي راح تستغل وتتنبطع في أنه هي تمفو الطاقة من بنتها الحساسة من بد كل حيالها فمن أبرز صفاتها أنه هي أم دائما تبحث عن الاهتمام لازم هي تكون مصدر الكون تخيلي، يكون اليوم يوم أرسج والناس كلها عم ركزة معها تشوف رحانة في إيج لازم ندور لها طريقة بحيث أنها تلفت الانتباه منك لها مرة ثانية وعادي لها تنكب عليك أثنين، دائما تلعب دور الضحية يعني سيكولوجية أنها تقلض الطاولة عليك لما تكون إيه غلطانة استطلع إيه المغلوط في حقها وإيه الضحية وإنت السبب هذه أحد الوسائق الجبارة في سحن الطاقة انت بها الحزة الدودهين تقول لي يا ربي أنا شنو سويت؟ أهي اللي غلطانة؟ وأهي من نفس الوقت الحين؟ أشلون أطلعت أهي الضريقة؟ وأذكية في هذا المغلوط ثلاثة لا يمكن تعترف إنها غلطت وظلين أنت في هذا الدوامة تحاولين بس تشرح لها ومش تثبتين لها وجهة نظركة صحيحة شفتي هذا المجهود اللي أنت قادة تبذلينها هنا؟ هذه طاقة قاعدة إيه هي تمتصها؟ إيه بالواقع تدري إنها سوت شيء غلط لكن إصرارها بأنها ما تعترف هذا بحد ذاته صنبور آخر لاستنزاف طاقتك أربعة ما يبيني بأنها شيء مهما تبدلين ودف ومجهود وفلوس في إنك أنت تسوي لها الأشياء اللي هي تحبها رح تظل تقول لك أنت ما صويتين فتضطرين إنك تضاعفين المجهود أو تسويين أشياء زيادة علشان بس تحاولين إنك أنت ترضينها أو تلفتين انتباهها ورح تتعمد إنها يتسكي رأيونها ما رح تشوف ورح تبدليه بمجهود أكبر وأكبر وأكبر هذا كله نوع آخر متجدد من سحب ومص طاقتك خمسة هذه الأم شماتة تفرح دايما بخيباتك وبألامك وبجروحك ركزي بجروحك أمرها ما رح تشوف إنها تواسيك أو إنها تعاونك دايما رح توقف موقف العدم وبهالمناسبة خلوني أشرح لكم ليش سموهم فامبايرز معنى الموضوع ما في دم مصاص الطاقة الأسطوري فعليا يجرحك في أسنانه ويمتص دمج أما مصاصين الطاقة العاطفية يستمتعون بجروحكم العاطفية ويمصونا الطاقة الصادرة من بعد هذا الجرح ستة ردود أفعالها دائما غير متوقعة وصادما تغضب من لا شيء ممكن أن نجد أن تسوين شيء بحسن نية وبطيب خاطر لكن هي تقلب عليك السالفة وتبتدي تنتقدك وتتهمك وتلومك هذه الحركة صراحة بايخة وطبعا لما تكون هي مليانة كل هذه الصفات لا تتفقى عندك تكون إنسانة إيجابية راح تكون إنسانة سلبية وصعب أنك أنت تتناقشين معاها يعني لما نتحصل مشكلة وتروح أنك تبين تحلين الموضوع دائما وأبدا راح تتجنبك راح تصدك راح تبعدك عنها بحيث أنك أنت تدودهين راح تقعدين تشغلين فكرك شلون شون أسوي شون أراضيها يارب إحنا ما نبي نزعل هذا المجهود أيضا نور آخر من شف وسحب الطاقة من أهم صفاتها إنه إنسانة كلها ما تعرف وكلها ما تنتبه وما تدري مين تصار هذا الشيء وكلها ما أذكر وأنتوا تبالون وأنتوا يتهيئ لكم هذه أحد الحيل لأنه ما يصير تكون إنسانة شريرة على كل هذه الجوانب لازم بعد شوية تصير يعني لطيفة وفقيرة وما تفهم يعني وما تعرف لازم عشان تسوي توازم وبعد ما تتحملك كلها البلاوي اللي سويتها فيك راح تحسين إن حياتك أفضل بدونها تنتعشين تفرحين تستانسين تحسين بخفة إذا هي ما هي موجودة 11 إنسانة والله يتشكاله عن التدمر وتشكي والحزن أحد الأساليب الأخرى بسحب طاقتك الإيجابية اللي هي تبيها أخر شي تتعمد إنه يتغيطك وتتعمد إنه يتسوي الأشياء اللي تنرفزك وتستفزك وبضيقك وتقلل من قدرك وتثير الغيرة بداخلك تتعمد إنه يتغيطك تغيطك أفضل تغيطك أفضل